تحت رعاية رئيس مجلس إدارة مؤسسة سند الطفل المعاق الكويتية السيدة سبيكا سعد الجاسر نظم مركز الإخراف لأنشطة الأطفال المعاقين حفل تكريم الأم المثالية للإعاقات الذهنية للعام الثامن على التوالي على مستوى الوطن العربي وبعض دول العالم كميرا اي تي بي العدالة حضرت الفعالية التي تزامنت مع عيد الأم اعترافاً وتقديراً لدول الأم في المجتمع أنا عندي بنتي عمرها تسع سنوات عندها داون سندروم وأنا جيت من هون على الأردن بتشرف أني أنا جيت على الأردن هون يعني جهود مباركة ويعني ما بقدر أوصف الفرحة اللي إحنا فيها اللي كرمتوني اللي عندهم إعاقات بدهم رعاية أكثر من الأطفال العاديين وأنا بفضل رب العالمين بقدم لها كل المساعدات وهي الحمد لله الآن أنا بحسة أنه شبه سوية لأنه أنا تعبت عليها كثير تعبت عليها من دراسة من نظافة من تدريب من كل بقول كل الأمهات كل عام وأمات العالم والوطن العربي والعالم بألف غير جاءني اتصال من مركز الأخرافي للعراق الإعاقة وبلغوني أنه تم ترشيحي أني الأمة المثالية على مستوى المملكة العربية السعودية وكان خبره الحقيقة يعني يشكروا عليه وهذه مبادرة غير مسبوقة أنه الواحد يتكرم في بلد شقيق من دول مجلس الدعاء والله أقول للأم هي كل شي في الدنيا هذه وعشان كده ربنا جعل الجنة تحت أقدامنا وأقدامهم الله إن شاء الله يدي الصح والعافية للأمي والجميع الأمهات وهذا يوم عظيم تكرم فيه وكرمت المرأة في الإسلام يعني أنتوا عارفين هذا الشيء والجنة تحت أقدام الأمهات قيلت في هذا الشيء أنا بشتغل مع زوجة خاصة بقالي 25 سنة بسبب ابني من زوجة خاصة أنا تخص في علوم الهندسة الورصية جيد راستي وبعدين ربنا داني منحة ابني داون سنة 45 سنة دلوقتي في وقت ما أنا ولدته ما كانش فيه أي خدمات بتقدم في محافظة سويس أو مدن القنال أو البحر الأحمر سبع محافظات كتا تقريبا للولاد دول فبقيت أتردد على رايحة جاية طريق مصر السويس وقاهرة يعني الجهاد مش طبيعي لحين ما قررت أعمل أول مركز علمي متخصص في محافظة سويس ومدن القنال لزوجة التي احتاجت الخاصة فالوقت 25 سنة خدوني بقى بسرعة رهيبة يعني شغل ومباني وبقى أفعل مع الأمال وبشتغل وبقى عمل حاجات كتيرة جدا وبشغل في الاكتشاف وتشخص داخل حاجات كتيرة جدا وأنا مش مركزة في أي حاجة يمكن جيت وقتي بقى جالي كده دبريشن ومش قادر أكمل لقيت مكالمة جالي انتي هتو كرامي معانا في الكويت مش قادر أقول لك مدى ساعدتي بهذا الخبر زائد ساعدتي زادت أكتر بقى لما جيت مبارح وصلنا الصبح الاستقبال ديافة البحجة اللي أنا باينة علي أصلا والنهاردة الحفلة احنا لنا الشرف ان احنا النهاردة بنتشر بنكرم هنا بقول لي كل أمهات يعني انتو دوركو كبير جدا جدا مش معنى ان انتي فيه استرس عليك ان انتي لا مهمشة لا بالعكس الراجل في أشد يحتاج للزوجة والبنت والأم والزوجة بالأخص عليها دور عظيم جدا هو ربنا حبانا كده حبانا ان احنا نقدر نعمل مليون حاجة يعني كل سنة وكل أم بخير يا رب وساعد هو ساعة التكريم هذا نهديه لكل أم في العالم والكل أم تونسية وخاصة اللي عندها ابن أو أكثر يحمل إعاقة معناها التكريم هذا رو نمثل به أنا لأمهات الكل وخاصة الأم التونسية